من نادي الزمالك اتبعت النهاردة لاتحاد الكورة عشان موضوع الحكام تعرفين الحكام الفترة اللي فادت كانوا يعني يعني زعلمين شوية من رئيس نادي الزمالك وكانوا عايزيني أطعوا مطشاط الزمالك ولكن طبعا الكلام ده ما ينفعش من زمالك بكرة مع اتحاد الشرطة ففي خطاب اتبعت النهاردة من نادي الزمالك إلى اتحاد الكورة حقره لكم الخطاب يعني بعته لي زملائي ممكن نحطه كمان على التلفزيون يا جماعة ومعي كابتن جمال الغندورة على التلفون السيدة العميد الدكتور ساروات سويل مدير التنفيذ للاتحاد المصر لكورة القدم تحية طيبة وبعد الجواب ده مبعوت من نادي الزمالك لاتحاد الكورة نمى إلى علم مجلس إدارة نادي الزمالك أن لجنة الحكام قررت عدم إدارة أي مباراة لنادي الزمالك في جميع البطولات المحلية ومن بينها مباراة كاس مصر ستقام غدا على ملعب بيترو سبورت مع نادي اتحاد الشرطة الرياضي على زعم كاذب أن رئيس نادي الزمالك لحد تكلمني على التلفون عشان ما عرفش أقرأ الرسال على زعم كاذب أن رئيس نادي الزمالك اتهم جميع حكام مصر بالرشوة وهو لم يحدث إنه تقدم ببلاغ يوم 22-12-2015 إلى السيد المستشار النائب العام ضد حكم سابق بعينه محدد اسمه في البلاغ وهو البلاغ محل التحقيق في نيابة العجوزة من كل الله يا جماعة جايبين لي كنت تطبعولي طيب الورقة ولما كان الرئيس نادي الزمالك لم يقصد حكام مصر بالكامل ولكن كان يقصد هذا الحكم بالاسم الذي ورد اسمه في المحادسة الهدفين المسجلة المسلمة للنيابة العامة ولأن في كل مهنة الصالح والطالح فلا يمكن أن يكون فلا يمكن أن يكون تصور أحد بأن المقصود من هذا الاتهام وهو مجرد اتهام مش كل بقى اللي بيعتولي إيه كلام على اللي بياتصلوا بيه على التليفون عشان ما شوفش اللي خلاص جابوا لي ورقه مية مية طيب سريعا معلش حقر الجواب تاني من الأول السيدة العميد دكتور سارة سولين مدير التنفيذ الاتحاد للمصر للكورة القدم تحية طيبة وبعد نما إلى علم مجلس إدارة نادي الزمالك أن لجنة الحكام قررت عدم إدارة أي مباراة نادي الزمالك في جميع البطولات المحلية ومن بينها مباراة كاس مصر التي استقام غدا على ملعب بيترو سبورت مع نادي الشرطة الرياضي على زعم كاذب بأن رئيس نادي الزمالك اتهم جميع حكام مصر بالرشو وهو لم يحدث إذ أنه تقدم ببلاغ يوم 22-12-2015 إلى السيدة المستشار النائب العام ضد حكم سابق بعينه محدد اسمه في البلاغ وهو البلاغ محل التحقيق في نيابة العجوزة وليما كان رئيس نادي الزمالك لم يقصد حكام مصر بالكامل ولكن يقصد هذا الحكم بالاسم الذي ورد اسمه في المحادسة الهدفية المسجلة والمسلمة للنيابة العامة ولأن في كل مهنة الصالح والطالح فلا يمكن أن يكون تصور أحد بأن المقصود من هذا الاتهام وهو مجرد اتهام كل حكام مصر وإلا كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد رفض منذ تقديم هذا البلاغ أن يدير أي حكم من حكامه أي مباراة لذلك فإن نادي الزمالك إذا تمسك لجنة الحكام بعدم إدارة المباراة فإنه سيتخذ الإجراءات القرنية والدولية التي تحفظ حقوقه ولا مانع لديه من استقدام حكام أجانب لمباراةه وتفضله بقبوله وفر الاحترام متريد تنفيذ نادي الزمالك اللواء على مئلد وفيه صورة مبعوطة برضو لوزير الشباب والرياضة من الخطاب ده طيب يعني الخطاب ده بيقول أن نادي الزمالك ما اتهمش الحكام كلهم أقول لكم يعني معنى الخطاب أن نادي الزمالك ما اتهمش الحكام كلهم اتهم حكم معين سابق فيه مكالمة مسجلة حسب كلام نادي الزمالك وتم تسلمها إلى النيابة العامة وبالتالي الزمالك بيحترم كل الحكام ولكن هو بيتهم حكم معين تم تسجيل مكالمة ليه إنه هو في رشوة وفي كذا وموضوع يعني بحث التحقيق أو من خلال بقى النيابة العامة بيتحقق فيه وإن النادي الزمالك بيقول إنه هو متمسك للحكام يحكمه مطشاطه ولو مش هيحكمه مطشاطه فالزمالك يعني هيتخذ الإجراءات القرنية والدولية التي تحفظ حقوق النادي ولا مانع لديه من استقدام حكام الجانب للقاطه